يقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كلام هام جدا يعني الإنسان لو كان آخر كلامه من الدنيا قال لا إله إلا الله دخل الجنة ده أمر بسيط لا ده أمر صعب جدا جدا بعض الناس الحقيقة الذي عاش للدنيا وربنا سبحانه وتعالى ليس في حساباته أبدا بعض الناس يعيش في الدنيا ربنا مش في حساباته أبدا يعمل لذاته ويعمل لشهواته ولا يفرق بين الحال والحرام هذا إذا قلت له لا يستطيع أن يقولها أبنا في بعض الناس الحقيقة لما قيل لهم كل إله إلا الله كان تجي الأراضي قعد يصف الأراضي في المكان الفناني يقول كل أبنا لا يستطيع كانت كلمة سقيلة جدا مثل الجبل على صدره وبعض الناس الصالحين الحقيقة لما يكون غاب وعيه وعرف رجل حقيقة من الصالحين غاب عنه الوعي فكان تكلمه مشتت إنما أما يقول لا إله إلا الله رغم أنه غابا عنه الوعي سبحان الله وأنه لا يدري ولا يعقل ما يقول ولكن هذه الكلمة لا ينساها أبدا لأن هذه حسن الخاتمة وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة يعني كان آخر حاجة في حياته هذا الصيام وختم له بهذا العمل يدخل بالجنة والإنسان لو مات على عمل صالح سيدخل الجنة قياسا على ذلك يعني لو أحد يعد يستغفر ثم جاءه الموت دخل الجنة إنسان بيصوم إنسان بيصلي يعني بعض الناس الحقيقة بيقبضه الله عزيلا هو صلل ودي كان من كرمات الأولياء أن الله صلى الله عليه وسلم يحسن خاتمته لأن الحقيقة بقى في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم يعني ما يختم لك به هو الذي ستلقى الله عز وجل عليه وإذنك إنسان لما يموت على طاعة سيلقى الله بهذه الطاعة وقال لعزم الله لو مات على معصية سيلقى الله بهذه المعصية أيضا نسألله العفو والعفية يعني انسان مات وهو يازني مثلا او انسان مات وهو يشاهد مواقع ابحية سيلقى الله بهذه الصورة ولكن الله عدل هنا الحديث الواضح ومنكم من يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكونوا بينها وبينه إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها سبحان الله يبقى عمله في الظاهر ان هو ايه ليس لله سبحانه وتعالى لان الرواية التالية بتوضح ومنكم من يعمل بعملها الى الجنة فيما يبدو لناس حتى ما يكونوا بينها وبينها إلا زراع فيسبقوا عليه الكتاب فيعملوا بعمل أهل النار فيدخلها ومن كرمات الصالحين إن ربنا صلى الله عليه وسلم بيحسن خواتمهم والحقيقة شعبة ده كان رجل من علماء الحديث وكان بورع والتقوى وكان يشيع من وجهه من قصة ورعه وعلمه وقربه من الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت قيل لأحد تلميزه إن شعبة يحتضر فقال أحد تلميزه لصاحبه هيا بنا حتى نلقنه الشهادة قال إني أستحي من الله نلقن شعبة الشهادة كيف أنه ذلك إنني أخاف من ذلك قال له تب نذكره بها هيا نقول هذا الحديث اللي هو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة حتى إن سمع الحديث تذكرها فيقولها عند موته وبالفعل ذهب التلميزين للإمام شعبة رضي الله عنه وجلس أمامه فذكروا الحديث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن فلان عبيض كل عنعنه ولكنه نسي تشتت عندما رأى الإمام بوجهه وجماله وحلوته ونور وجهه لم يستطع أن يقول شيء فهم زميله الآخر وهم بقول الحديث عايز يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فذكر الحديث عن فلان عن فلان عن فلان ولم يستطيع أن يتلفز بالحقالة من قال وتلكلك ولم يستطيع أن يتكلم ماذا قال شعبه هو يحتضر وهو في أنفاس الموت قال أجلسوني فأجلسوه وعندما أجلسوه قال عن فلان عن فلان عن فلان فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده شعب اللي بيموت اللي بيحتضر قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات في بعض الرواية بتقول أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات وفي رواية أخرى بتقول أنه أكمل حديث قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يبقى الإنسان يكون حريص أن يكون عمله خالصا لله ويكون حريص أن يكون هذا العمل دائما تعظيما لله سبحانه وتعالى لأن لا إله إلا الله من فهمها وعظمها وعرف قيمتها وعاش بها حياته فأنه حتما سوف يختب له بها إنما العمل والخواتيم من حسن الخاتمة ودخل الجنة وحسن الخاتمة تتطلب تعظيم الله عز وجل في القلب وده أهم شيء يبقى تعظيم الله سبحانه وتعالى إصلاح النية وأيضا دوام ذكر الله عز وجل الإنسان يكون دائما ذكر بلا إله إلا الله لأن الإنسان الذي يعيش على شيء سيموت عليه دائما لسانه لا يفطر أبدا عن ذكر الله عن لا إله إلا الله لأنه أكثر منها في الدنيا وكان لسانه دوما رسم بذكر الله عز وجل وأن خير الذكر وأفضل عند الله سبحانه وتعالى أن تقول لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الزكر لا إله إلا الله وخير الدعاء الحمد لله يعني الإنسان يكون دائم الزكر الله صلى الله عليه وسلم ودائم بقول لا إله إلا الله يتذكرها عند موته ودائما الإنسان يكسر الدعاء بحسن الخاتمة يقول اللهم أحسن خاتمتنا دائما لا ينسى ذلك لأن ربنا صلى الله عليه وسلم بيحب الملحن بدعاء والإنسان لما يدمن الدعاء ربنا ح Remove yearn لأنه ربنا أكرم الأكرمين وهو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوات الدعي إذا دعان والنقطة بقى الأخيرة عشان حسن الخاتمة إن الإنسان ينبغي أن يكون قلبه طاهرا لأن طهارة القلب من الأمور الهامة جدا التي تجعل خاتمته حسنة أما الإنسان لما يكون قلبه غير طاهر فإنه سيرتقى في المعاصي وسيقع في المعاصية إنما يكون دائما حريص على طهارة قلبه ببعد عن المعاصي وبالصحبة الصالحة وبكسر تدريك لله سبحانه وتعالى يحجب قلبه عن المعاصي إن القلب يتأثر بالمعاصي ويفسد والإنسان الذي قلبه طاهر فإن نيته تكون حسن لأنه لا يقترف المعاصي فتكون خاتمته حسنة إن شاء الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء